تم بيع البطاقة الوحدة ولهم مصادة إلى 170 دولار للكارت الواحد من بطاقات الكي كارد بها عبدالحسين رئيس شركة كي كارد استطاع أن يحجز مكان مميز اللذو من قائمة الفاسدين الكبار بعد استحواذه على ثاني أكبر سرقة حدثت في تاريخ العراق 6 تريليونات دينار تم سرقتها من خزينة الدولة هذه الأموال اتعادل سرقة القرن تمت الإطاحة بمثل ما قلت لكم هو يحاول الهروب خارج العراق قبل سنتين تقريبا لزموه بالطائرة ونزلوه طبعا بوقت سابق كواني نيوز حصلنا على وثيقة تكشف عن فساد مالي ضخم لمدير الكي كارد بها عبدالحسين والمدان أحمد عبدالجليل رئيس هيئة التقاعد العامة الوثيقة تظهر أن ما حصلت علي لجنة الأمر الديواني رقم 29 برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف خلال التحقيقات مع المدانين أكدت هذه التحقيقات وجود سرقات علنية للمال العام قامت بها شركة كي كارد وحتى فرغوا أجهزة التليفون مالتهم ولزموا أدلة واعترافات جديدة مو عن لسانهم وأنما بما داخل الاعترافات والوثاق الموجودة داخل أجهزة الموبايل العدم بعد أن تم تفريغها على أجهزة الحاسوب هذه الشركة شركة كي كارد شملة السرقات التي عدها رواتب موظفي الدولة وشريحة المتقاعدين والنازحين بلغ المجموع الكل للمبالغ المطلوب استردادها من الشركة 6 تريليون 433 مليار دينار 6 تريليون 433 مليار دينار شوف التريليون سهل ينذكر لكن المليار لما ينذكر بالمئات تعرف لتريليون شون اللي يساوي أحدث تفاصيل بهذه القضية اللي اليوم ينثيرها من خلال واني نيوز أن رئاسة محكمة السئناف بغداد للتحادية رئاسة محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت قرار تمييزي بشأن المدانين بالفساد هذه المصادر ذكرت أن سبب هذا القرار هو إرجاء تقرير مصيرهم على هذه المحكمة من إجراء محاكمتهم بدعوة غير موجزة لغرض تدوين الممثل القانوني للبنك المركزي والممثل القانوني لدار التقاعد بشكل واضح وبشأن وجود شركة باسم تحت اسم شركة إنجاز شركة اسمها إنجاز هي تتبع للساعدي وعبد الحسين هذه الشركة بعد أن تم مراجعة أوراقها طلعت أن شركة غير مرخصة نعم شركة غير مرخصة وأكو قرار أيضا صادر بعدم التعامل مع شركة إنجاز لأنها شركة غير مرخصة ولا تمتلك أوراق رسمية فهناك قرار بعدم التعامل معها المدانين بالفساد الساعدي وعبد الحسين عبر هذه الشركة شركة إنجاز شنو سوه؟ من دون سنة قانوني بالعمل داخل التقاعد هاي شركة تعمل وغير مرخصة مثل ما قلنا ومشبوهة وأكو أمر ما حدي تتعاملوا إياها دخلت إلى داخل التقاعد لغرض الحصول على استقطاعات رواتب وسلف المتقاعدين ونزول المبالغ في حساب شركة إنجاز والحصول على هذه المليارات من دون وجه حق من مال المتقاعدين والموظفين والنازحين تخيلوا الطبقات المجتمعية اللي يسرقوها من أمه تتخيل لدي يسرقوا المتقاعد اللي راتبت فاليس